بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النهاردة بنتشرف في وجود دولة رئيس الوزراء أن نحن نوقع البروتوكول وهو من البروتوكولات الهمة جدا في الحقيقة رؤية وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المصرية أن نطور مراكز الشباب بالنسبة لستراتيجية وزارة الشباب والرياضة مهمة جدا جدا ومن الأوليات الكبيرة في الحقيقة التحدي موجود في أكتر من عنصر لتطوير مراكز الشباب جزء أن المراكز التي تم تطويرها يعاد سيانتها ويعاد سياغتها إكمال المراحل المتبقية كمان تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تكون أكتر من نشاط مش بس كرة قدم أو ملاعب كرة قدم في الحقيقة المفروض تكون منحة ومساعدة ثقافي وأسري وجزء منه كمان طبي وكل أنشطة الشبابية الموجودة المساهدف بيها طبعا الدمج الشباب وأيضا استهدفات وزارة الشباب والدورة المصرية بالنسبة للشباب داخل مراكز الشباب مراكز الشباب بتخاطب المجتمع المصري ككل بتخاطب المجتمع المصري ريف حضر مدينة في كل بقاع الأرض في الحياة علشان كده يمكن أخذنا عنصر التطوير بشكل فعال في أكتر من اتجاه إحنا فيه 4.330 مركز شباب في الحياة في مصر علشان بس نخلص السنة دي المساهدفنا ده متطلب مليار 635 مليون جنيه في الحقيقة عملنا أكتر من طريقة عمل جزء منها هو دخول القطاع الخاص مع وزارة الشباب والرياضة وده خلال هذا العام تخطينا 950 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع خاص لتطوير مراكز الشباب التطوير ده شامل إنشاء حمامات سباحة، إنشاء ملاعب، إنشاء أجزاء من الرؤية التحولية للوزارة زي الصلاة المتعددة، الأنشطة المختلفة في الحياة المستهدفة وكمان مع الرعاية المجتمعية عملنا نموذجين لمراكز شباب ومركز شباب في منفلوت فأسيوت إنه تحويله إلى مركز خدمة مجتمع متكامل وده بيلقب بالساحة وهو نموذج لأحد مراكز شباب الكبرى وأيضا مركز شباب بالبيس وده نسبة الإنجاز تخطط تقريبا 60% للنموذج المبتكر الجانب الآخر المهم جداً اللي إحنا موجودين في صدده الآن هو طبعاً المناطق اللي الدولة المصرية أخذت على نهجها والحكومة المصرية في الحقيقة تطويرها هي العشوائيات واللعب الرئيسي في هذا الموضوع صندوق العشوائيات الحقيقة درسنا من فترة إن إحنا إزاي نشتبك وإزاي نتعاون مع الصندوق لأن فيه جزء كبير جداً هو نقل المناطق العشوائية إلى مناطق أخرى ويكون فيه مركز شباب يخدم هذه المنطقة اللي بيساعد على التحديث الثقافي والحضاري وحاجات كتيرة جداً من مستهدفاته وأيضاً مراكز شباب داخل المناطق العشوائية علشان كده بيتم مذكر التفاهم هو عملية التحويل أو عملية النقل للمناطق اللي يتم نقل الأماكن للأفراد من الأماكن العشوائية للمناطق الجبيرة الجديدة زي حي الأصمرات وكذا وأيضاً نموذج آخر للمناطق اللي بيتم تطويرها وهي تصنف يعني ضمن العشوائيات يعني زي المدن المختلفة داخل القائرة والمحافظات المختلفة فهو يعني بروتوكول طويل الأجل مع الصندوق وده بيعمل اكسلريتنج يعني لأي عمل فيه على مستوى الإدارة بيكون فيه مصطلح اسمه اكسلريتنج بيزنس أو إزاي تسريع المفاهيم إزاي نسرع العمل في الحقيقة النموذج التعامل مع قطاع الاقتصادي أو قطاع الخاص نموذج التعامل من خلال الميزانية الرسمية للوزارة نموذج التعامل مع الصندوق هو ثلاث اتجاهات إن احنا إزاي ننمي العمل بشكل سريع زي بالضبط الاتجاه الآخر وهو تطوير المراكز والمنشآت الرياضية داخل كمان المحافظات الحدودية وده بيتوازى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة إن احنا كمان في برامج أنشطة للعمل داخل مراكز الشباب هو بس مش الهدف إنشائي في الحقيقة لا لكن هدف أيضا هيكون أكتر من إنشائي هو الوظيفة التي تتم داخل مركز الشباب طبعا النهاردة بنوقع اتفاقية أنا أعتقد أنها قلب ولوب قضية تطوير العشوائيات مبدأنا الأصلي هو بناء البشر قبل الحجر بناء البشر هنا إحنا هو الأهم والقضية الأقوى اتفاقنا أن إحنا عايزين نوصل بالمواطن المصري أو نقدر نقول الشخصية المصرية نبنيها من تاني على وضع سليم وأسس سليمة إذن نبنيها اقتصاديا ثقافيا بيئيا نفسيا علميا كل الحاجات دي مشتملتها كان يجب أن ندرسها دراسة وافية فوجدنا إن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة اللي هي فيها بتزدهل بفكري تاني يختلف تماما عن العصول السابقة اللي هو مركز شباب عبر على مركز شباب ملعب كورة أو ملعب يد أو ملعب سلة لا المركز دلوقتي الشباب بقت تبعث الثقافة تبعث الفكر في المناطق اللي احنا عايزينها الفكر اللي احنا عايزينه نبني مع بعض ثقافة نبني مجتمع متكامل الشباب الأطفال نطلع بهم من تحت مجتمع متكامل يقدر يعني نديلوا المعطلات اللي احنا عايزينها من ثقافة وفكر وعلم ونفسية حتى اقتصاديا كمان فاتفقنا أن احنا هنعمل في جميع مناطق التطوير العشوائيات فيه اللي احنا بنشرف عليها او المناطق الجديدة اللي احنا بنعملها زي مناطق الأصمرات زي ما معالي الوزير قال ملعك الشباب ينبعث منها هذا الاشعاع الثقافي والفكري والحضري ما يبقاش بس لا نشر جاية تلعب او تؤدي لعبة لا احنا ازاي نخلق ثقافة هنا ازاي الناس تيجي تتعلم حرفة ازاي نقدر لما علمهم الحرفة والمهنة ازاي نقدر نسوأ أهلهم بنفس الوقت انا بننمي الموضوع اقتصاديا بالنسبة للمواطن المصري ازاي ان احنا نغذيه بفكر قبل ما حد غيرنا يغذيه ازاي احنا نقدر نستقطب المواطن المصري منذ طفولته ثم شبابه لان يجبر وهو منتمي الى هذه الدولة بالفكر اللي بنشعه من مراكز الشباب اللي هي اصلا اللي بنقول هي العامل الاصلي والاول في كل المناطق نقدر نقاطب بها المواطن المصري فمن هنا قلنا ان احنا لازم يكون لنا يد متعاونة مع بعضنا ازاي ان الشبك ادينا ببعضنا ونطلع بملاك الشباب بالفكر اللي بتقوله وزارة الشباب دلوقتي والفكر اللي احنا بنعيش دلوقتي وبناء البشر قبل الحجر احنا خلاص بنينا للحجر الحمد لله وان شاء الله في عشرين عشرين ان شاء الله هنقدر على الغير آمن يبقى بنفكر دلوقتي ازاي نبني الانسان ومن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بنوعيدكم ان شاء الله ان احنا هنبني الانسان في جميع مناطق مصر بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة